أزمة وقود متواصلة تعيشها محافظة نينوة وسط تدمر السكان والسائقين الذين يقضون ساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بانتظار حصولهم على البنزين فاقم هذه الأزمة عمليات التهريب وبطاقة البنزين التي باتت شكلا جديدا من أشكال الفساد نسبة قليلة جدا عالجت أزمة البنزين لا زالت الطوابير في البنزي خانات لا زالت مشكلة الكابون الأهالي يسجلون اليوم بعد 13-14 تصدر البطاقة وهذا شيء معيب جدا في هذه الدولة التهريب هو أحد أسباب الفساد المستشري في الحكومة سواء كائث مركزية أو محلية لماذا محافظة نينوة هي فقط من تقوم بعمل الكابون نصف سيارات المدينة لا تملك كابون وإلى جانب بيع السائقين الحاملين للبطاقة البنزين في السوق السوداء مستغلين فرق الأسعار فاقب الأزمة طول فترة إصدار البطاقة وسعرها الذي تجاوز 600 دولار كثير من سواق التكاشي أرقام سياراتهم بغداد وهم أصلا بيها سواق فهذولا دي عانون حاليا أنه بطاقة ما تتصدرها هم والثاني شغلة يقل لها سالفة اللخ أنه طلعت أنه لازم بطاقة السكن ما بعد 2017 يعني 2018 فما فوق هناك منهم يبيعون ويشترون بسوق النبي وصلت إلى حد العشوة رقعت بس الصراحة لا أثق بها وباتت أزمة الوقود في نينوى عب أن يضافوا إلى الأعباء التي يقابدها سكانها نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتواصلة شكرا